مع مسلسل الهدن المتكررة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي يتفنن كل طرف في خرقها خروق لا تخلو من انتهاكات يدفع ثمنها المدنيون وفي ظل ذلك يخشى برنامج الأغذية العالمي من أي عانية 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية في الأشهر المقبلة في السودان على خلفية النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع ليرتفع بسبب الصراع من توقعات المنظمة في مطلع 2023 والذي كان من ثمانية إلى 16 مليون سوداني أغلبهم في غرب دارفور وكردفان والنيل الأزرق وولاية البحر الأحمر وشمال دارفور إلا أن المعارك الدائرة جلوها في الخرطوم ستدخل العاصمة ضمن التصنيف لا ريب مع قلة المعروض من المواد الغذائية وارتفاع ثمنها الأغذية وحدها ليست الأزمة لكن النقص الشديد في الأدوية والأمصال واللقاحات عامل يضاف إلى معاناة السودانيين جنبا إلى جنب مع نقص الغذاء فالحرب تسببت من هيان كامل في النظام الصحي وشحن في الأدوية على المستويين المستورد والمحلي ولا سيما عقب قصف بعض المصانع المحلية على حين تعرض البعض الآخر لعمليات نهب الجانب الصحي في السودان ومنذ اليوم الأول للحرب اشتكى من قصف المستشفيات غير المسوغة بعد ندت الحرب إلى انتهاكات لحقوق الإنسان واقتحام المستشفيات وبنك الدم والقصف العشوائي للمستشفيات واستخدام الفرق الطبية والمدنيين دروعا بشرية وعلى الرغم من مناشدات نقابتي لطباء والصيادلة والعاملين في المجال الصحي إلا أن حال طرفي الصراع يقول قد أسمعت لو ناديت حيا لكن التعب قد أعيى المنادي فهل يستمع طرف الصراع في السودان لصوت العقل ويلتزم كل منهما بهدنة ينقذ بها ما تبقى من بلادهم التي أنهكتها الصراعات والفقر والفساد والمصالح الشخصية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر